بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي هشرح بس الموجود في الورق في الشيتات لان المتحم مش هيخرج عن الشيت خلاص انا انا قريت كله وخدت فكرة كبيرة عن المنهج بتاع عن البورشن بتاع الفرنش هو مش هيخرج عن هنا والمنهج مهم جدا ان الاطفال يحفظوا الكلمات دي ربما يجي لهم الاسبالينج ده احتمال كبير احتمال يجي لهم بوكس وينقوا منه الكلمات ويحطوها واحتمال يجي لهم صورة وكلام قدامها فاضي فيكون حافظ الاسبالينج عشان ما غلطوش زي الامتحان اللي فات محفظناش الاسبالينج وجالهم اسبالينج طيب المنهج مرة دي تلت حاجات تقريبا اول حاجة الوظائف اسماء الوظائف واسماء الاماكن اللي بيشتغل فيها يعني الدكتور اسمه ايه بالفرنش وبيشتغل في المستشفى اسمها ايه بالفرنش المدرس اسمه ايه بالفرنش وبيشتغل في مدرسة اسمها ايه الكوميديان اللي هو المهرج او الممثل بيشتغل في المسرح الصحفي بيشتغل الصحفي او الاعلامي بيشتغل في في ستوديو التلفزيون وهكذا يعني. الحاجة التانية عن الأسئلة والأجوبة. بس الأول نخلص دي وبعدين نشوف النقطة التانية. بسم الله. أو ترافيل يل هم بيشتغلوا فين، هم دي هم بيشتغلوا فين. للم يلو يلوك فتن. لهم بيشتغلوا فين، ليشتغلوا فين، ليشتغلوا فين، أما كنت الإلكتابة الوظائف، لليلوكس بيشتغل أميكلا لعمل. الوظيفة ومكان العمل بتاعها. Un médecin يعني طبيب. Un médecin. بيشتغل فين ال un médecin ده؟ L'hôpital. L'hôpital يعني. L'hôpital. Un professeur. مدرس. بيشتغل à l'école. L'école. المدرسة. Un comédien. بمثل comédie. Le théâtre. بيشتغل في المسرح. Un jurnalist. إعلامي أو صحفي أو إذاعي أو أو يعني. Le studio de télé. في studio التلفزيون. Un footballer. لاعب كرة قدم. Le stade. بيشتغل في le stade. Un factor. اللي هو ساعة البريد. La post. مكتب البريد. Un agriculteur. الزارع أو الفارمر. اللي هو الفلاح يعني. La ferm. بيشتغل في المزرعة أو في الغيط يعني. الفارمر. الفارماسيين. الصيدلي. لا فارماسي. الصيدلي. الفارماسيين. Un informaticien. اللي بيشتغل على الكمبيوتر. اللي هو مدخي البيانات تقريبا. يعني. بيشتغل. La banque. بيشتغل في البنك. بيشتغل في البنك. بيشتغل في البنك. بيشتغل في البنك.